أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر واجهت موجات عاتية من الإرهاب الأسود وتحالف الملعونا بين قوى شر ودمار أرادت ومزالت تريد الليل من وطننا وفي كلمته بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو شدد الرئيس على أن مصر واجهت وضعا اقتصاديا غير مسبوق بصمود أسطوري لشعب عظيم لينضي شعبها في المسارين معا البقاء والبناء وجهنا موجات عاتية من الإرهاب الأسود تحالفا ملعونا بين قوى شر ودمار أرادت وما زالت تريد النيل من وطننا تلك الموجات التي تحطمت على صخور إرادة المصريين الصلبة وكما فشل الأشرار من قبل سيفشلون مجددا بإذن الله وبتماسكنا ووحدتنا وواجهنا وضعا اقتصاديا غير مسبوق تستعنى عليه من بعد الله بصمود أسطوري لشعب عظيم كما علم الإنسانية يوما الحضارة والمدنية والمدنية يضرب المثل الآن في إدراق قيمة الوطن والحفاظ عليه وتحمل المشاق في سبيل ذلك ولم نكتفي بمواجهة تلك التحديات والتعلل بها لتأجيل معلقة التنمية والتقدم بل مضينا في المسارين معا البقاء والبناء ترجمة نانسي قنقر